اهلا بكم اهلا وسهلا وخلونا نبدأ مع بعض فقراتنا في برنامجنا التاسع نهاردة ستة ونص صباحا اتحرك المزيع في اتجاه العاصمة الادارية الجديدة فندق الماسا وبدأت الجلسة الخاصة بمشروع النهاردة او الجلسة النقاشية الخاصة بمشروع النهاردة تقريبا الساعة عشرة المشروع القومي لتنمية الاسرة بصة سيدي المشروع هو مهم وكبير ومحوري وتطبيقه تطبيقه ما فيهوش هزار يعني ما عندناش اي رفاهية على الاطلاق فانه يتم تطبيق مقررات وتصورات وتوصيات هذا المشروع وهذه الجلسة النقاشية اللي تفضل فيها الرئيس بالكلام وتفضل فيها ايضا دكتور مصطفى مدبولي طبعا بعرض عام زائد مجموعة من الحكومة المصرية او وزراء الحكومة زائد المشاركين في ادارة هذه الجلسة النقاشاء والمتحدثين فيها لكن اقولك انا اللي شفته ايه انا اللي شفته كما هو معتاد اه هو كما هو معتاد بس النهاردة المسألة كانت مزهلة كما هو معتاد ايه يا يوسف جراءت وجسارت وشجاعت ووضوح وجلاء سيادة الرئيس النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتهى الجرأة والشجاعة والجسارة المعتادة ايوا بس النهاردة الرئيس تخطى اسقفه في جسارته الذاتية والشخصية يعني عدى ما اعتدناه منه مفيش حاجة في مصر الرئيس ما اتكلمش عليها بمنتهى الوضوح وبمنتهى المباشرة وبمنتهى الجسارة عارف معنى كلمة جسارة عارف اللي هو يقولك ايه ويواجهون العدو بصدور عارية هو كده واجه كل المشاكل وتكلم عنها بمنتهى الوضوح والانفتاح اي مشكلة تيجي على بالك عارف يعني ايه الرئيس يعد يتكلم بمنتهى الوضوح على اسباب تدهور وتردي الحالة المصرية اذا صح التعبير عارف يعني ايه الرئيس هو بيتكلم بمنتهى الوضوح والشجاعة على ما حدث فيه 25 يناير سنة 2011 ويقول انه الطبيعي انه الناس كنت هتعمل كده علشان كذا وكذا 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 بس حدد نقطة مهمة قال لي كانت المشكلة انه حطوا الدولة خصم وما كانش ده الصح لانه للأسف اتبنى في الازهان ان الدولة هي خصمك مش عدم الكفاءة هو اللي خصمك مش الفساد هو اللي خصمك قال للناس ما كانتش عارفة ولا تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تتعلم ولا تتعالج حط كل الكلام ده وانت قاعد او انا وانا قاعد الحقيقة انا بيت قاعد عمال مخضوط من كم الارقام اللي يمكن ذكرها دكتور مصطفى مدبولي ذكرتها الدكتورة هالة السعيد ذكرتها الدكتورة نفين القباج الى اخره لا لا طبعا هو فيه رقم كبير لازم يفضل عالق في ذهنك بالمناسبة يعني هو ان اللي تعمل في مصر من عشرات مئات آلاف المشروعات في سبع سنين تقريبا ستة ونص تريليون جنيه مصري انا عايز استأذن حضراتكو احنا هناخد مقاطع من كلام فخامة الرئيس ونبدأ نتكلم عليها مقطع مقطع بس بعد ما نسمع انا دايما بسجل حاجة واحدة هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصله في 2011 نتيجة ايه؟ نتيجة أسباب حقيقية احنا الناس تعبانا وعايز اتغير صحيح بس اتغيروا ازاي اللي احنا بجي نتكلم فيه النهاردة ده ان احنا نغير اثباب تردينا انا قلتلكم المثال اللي بدأته مع المسؤول في بلجيكا قلتلكم انت خمسمائة مليار انا بقى ربعمائة مليار وانا عايز اعمل جامعة تدي تعليم كويس وانا عايز اعمل مستشفى تدي علاق كويس وانا عايز اعمل مدرسة تدي تعليم كويس مش ممكن انا عايز اقولكو على حاجة لما انه الرئيس ذكر هنا لمن لم يعني للظروب ممكن يكون كان في شغله او في عمله الاخير وما شافش الكلمة وهي على الهوى او لما رجع ما شافش الكلمة واحنا بنعيدها تاني او بنعيد بثها مرة تانية على شاشة الاولى ربعمائة مليار مصر بيدخلها كل سنة ربعمائة مليار دولار ده حجم الدخول لمصر طيب رئيس اتكلم على انه كان في زيارته لبلجيكا قاعد مع مسؤول كبير رفيع على المستوى فالمسؤول بطبيعة الحال بيتكلم على الاوضاع في مصر طب حقوق الانسان في مصر بطبيعة الحال ده اللي بيحصل كل ما الرئيس يسافر كل ما فيه اي حد من الحكومة يسافر لازم هيتقاله كلمتين بتو حقوق الانسان ما عندناش مشكلة بالمناسبة وبالمناسبة الرئيس برضو تكلم على دي وبرضو بمنتهى الوضوح والجسارة والشجاع على مسألة الكلام فالرئيس سأله قال له هو انتو في بلجيكا الدخل الدقيق للدولة كل سنة فقال له خمسمائة مليار قال له تعدادكو قال له عشرة مليار قال له طب انا عشرة مليون قال له طب انا عندي ميت مليون ده معناها ان انا بقى عايز خمسة تريليون عشان يبقى زيك هي نسبة وتناسب يعني انت عايز تاخد نفس الخدمات والحقوق التي يأخذها المواطن الاوربي صح صح يعني انا عايز انت عايز تتعلم زي الاوروبيين وتتعالج زي الاوروبيين وتسكن زي الاوروبيين وتاكل وتشرف زي الاوروبيين وتلبس زي الاوروبيين وتنتقل بمواصلات زي الاوروبيين وتمشي على طرق انت عايز زي اوروبا يعني عايز تبقى زي بلجيكا والسويد والدنمارك وفنلندا والنرويق جميل يبقى لازم تديني نفس معدلات الدخل خد بالك انه حتى دي لما الرئيس تطرق لمساءات معدلات الدخل قال كده قال وهو الدخول في مصر منخفضة ومنخفضة جدا ولو علي عايز زدي المصري 30 ألف جنيه في الشهر خد بالك الرئيس لما اتكلم وقال كده قال هو انا مانع الناس من الكلام انا مش مانع حد من الكلام اللي عاوز يتكلم يتكلم بس بشرط خليك عارف انت بتقول ايه خليك ملم بكل أبعاد المشكلة وتكلم صح ما عنديش قزمة هتقول ايه بقى قول اتكلم احنا هنا احنا هنا بنتكلم على ما يدور دائما على السنة الناس في اوروبا او في امريكا او في الغرب وعموما يا جماعة انتم لا تحصلوا اطمحونا بحرية الرأي والتعبير مش صحيح بالمناسبة يعني وفي هذا البرنامج وفي برامج اخرى لكتير من زملائنا لا بيتم الكلام على مشاكل وعلى حاجات كبيرة الاخ 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 مش دي المسألة على الإطلاق بس الرئيس قال ايه قال كده اتكلم بس خليك ملم بكل خد بالك من كلمة بقى كل مش بعض كل ابعاد المشكلة واتكلم ما عنديش ازمة بس هنرجع هنرجع نكمل كلام حول مقاطع من كلمة الرئيس النهاردة او خيني اقولك حديث جسور من رئيس الجمهورية بس معنا على تليفون دكتور مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة اهلا بك يا دكتور مايا اهلا اتزا ازا حضرتك يا فنة ازا حضرتك يا فنة كله تمام حضرتك النهاردة بطبيعة الحال كنت من الحاضرين في هذه الجلسة بل ومن الاعمدة الرئيسية في هذه الجلسة وكان لك كلمة على دور المرأة وايضا يمكن جزء كبير من اللي احنا سمعناه هو مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع درجات الوعي دكتور مايا بتشوفه ده ازاي في المجلس والآلية اللي هنعملها خلال الفترة الجاية خاصة من احنا كنا اللي اسمعناه انه مافيش رفاهية للعدول عن هذا المشروع انا شكرة سيد يوسف انا يعني اعتقد ما عندناش رفاهية للفشل مش هنقول للعدول احنا ماينفعش ندخل في المرحلة الحالية ويبقى فيه اي شك في الفشل كالحمد لله يمكن المرأة يعني دخلنا في خطط سكانية كثيرة وحوارات واستراتيجيات يعني ذكرها الدكتور ماجد عثمان وذكرتها الدكتور هلا السعيد كثيرا المراتي اعتقد ان التنسيق والتكامل اللي بين كل الجهات الحكومية هيخلي والمجتمع المدني طبعا هيخلي فيه يعني نجاح ان شاء الله نتوقع كبير وكمان القيادة السياسية يعني بتقود هذا العمل بارادة فيه ارادة سياسية كبيرة جدا من النجاح التمكين الاقتصادي للمرأة احدى الاعمدة اللي موجودة في المشروع ويمكن انا قلت حاجة قبل ما اقولي التمكين الاقتصادي انا قلت انا مش عايزة المجتمع ولا نتخيل ان عد يعني ضغط النمو السكاني هيقع فقط على عاطق المرأة لان المشكلة عندنا ان المرأة مظلومة في هذا الموضوع هي اللي بتبقى عندها التهديد من من ان لازم تجيبي الولد فتظل يعني صحيتها بتروح علشان ترجي المجتمع هي ما تبديش نفسها بس بترشعر بعضم امان فاحنا عايزين بس نقول ان السيدة اللي بتحصل بين الاطفال مبعدة او بيحصل وعي ان الصحة دي انت محتاجاها عشان تربي ولادك محتاجاها على كل المستويات التي عندك الوقت الكاف لفعودك مع ولادك وعندك الصحة الجيدة لتربي اطفال ونشأ يعني صحي جيد فقلنا ان التمكين الاقتصادي هو اللي بيخفض معدل الانجاب على فكرة ده مش كلام ده دراسات العالمية كلها بتؤكد هذا والسيدة اللي بتنزل لسوق العمل هتلاقيها بتفكر بتخلف على فترات مش هتخلف الولاد او تنجيب الولاد كلهم وراء بعض هتفكر هتصلع من سوق العمل طب هتخل في سوق العمل مرة تانية زي وجهت رسالة ان ياريت السيدة اللي تدخل في سوق العمل الاخضاء الخاص ما يتفتشهاش بقى يعني تدخل في سوق العمل ويتمسك بالتدريب اللي هتدولها بالتأهيل اللي هتدولها لان تخرجها واتخلها سوق العمل خسارة كبيرة على الدول طيب المجلس القومة للمرأة هيشتغل على الشغول المالي وده هتبقى المبادرة الجديدة في هذا العمل فهتنمشتغل على كل الكرة المبادرة لتمكين السيدات من خلال استخدام وسائط إلكترونية أو تطبيق إلكتروني علشان يحصل نوع من الادخار والإقراض في المجموعة الصغيرة فقدروا يدعوا يعملوا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خلي بالحضرتك ما كان لأول بنون إيه السيدات بتخاف تدخل البنوك لا احنا نزلنا البنوك لغاية السيدات لتقديم الخدمات المالية فبقى فيه وكيلة مصرفية بتعديلات عملها البنك المركدي تنزل لغاية باب البيت السيدة تقدم لها الخدمات المصرفية من البنوك ومعنا أول بنك دخل معنا البنك الزراعي عظيم وطبعا بالإضافة لتدريب بالإضافة لتصفيف المالي بالإضافة لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات إنتاجية هتحصل في الكرة حسب الميزة النسبية اللي هتبقى موجودة في القرية إذا في حرفة أو في مهنة معينة ممكن السيدات تمتهينها في القرية هنشتغل على الميزة النسبية دي إذا في قرية بتزرع فراولة وهننشف الفراولة أو لو في محافظة هنقدر نشتغل فيها في أكثر من نشغل أكثر من نشغل دكتور مايا تسمحيلي بالمقاطعة أتفضل أشكرك أشكرك طب أنا عندي 47 سنة دكتور مايا بقول كده ليه أنا وانا في الجامعة كنت أشوف زميلات من أسر ميسورة الحال جدا أوي خالص بيتخطبوا من وإحنا في الجامعة ويتجوزوا إحنا في سنة تالتة أو في سنة رابعة مثلا وبيبقى الكلام اللي دا الكلام دا بقاله أكثر من 30 سنة هو الكلام اللي كان يدور وقتها إنه وليه ما تجوزش وبعدين هو البنت ليها إغر أنها هتتجوز وتخلف مش لازم تشتغل وهي خريجة جامعة رقية وتخصص جميل ورائع ومطلوب إلى آخره فدي نقطة إحنا إزاي هنقدر نفاهم الناس إن المسألة ما هيش متعلقة عشان مش عايز الناس تفهم مسألة التمكين الاقتصادي بمعنى إن إحنا بنتوجه بس لفئات بعينها طب ما هو فيه ناس ميسورة وأغنية وبيفكروا بنفس الطريقة أنا هتجوز وخلفوا ربي العيال ولقينا إنه أغلب الزميلات دون خلفوا 3 و 4 عيال فعلا مش هزار وهم متعلمين ولاد متعلمين ومن أسر أغنية إلى آخره أستاذ يوسف النقطة الحقيقة حطيت إيديك عليها دي نقطة غاية في الأهمية زمان كنا بنقول يعني طبعا إحنا تقريبا أنا حضرتك نفس الجيل بس خليني أقولك إنه زمان كانوا يقولون إيه العلم التعليم سلاح للبنت صح؟ البنات دلوقتي بقت كلهم متعلمين معظمهم متعلمين إحنا بنقول النهاردة إن العمل هو سلاح البنت لأن بدون عمل الظروف الاقتصادية على فكرة على كل المستويات يعني البيت اللي بيبقى فيه مشاركة بين الراجل وزوجته فيه الدخل أكيد مستوى الاقتصادية هيبقى أفضل الأسرة اللي بتنشأ على اجتهاد فبدأني أولادهم هيبقوا طالعين حاسين بثمن المجهود الأب والأم ده بيتطاعوا عشان ييجي فلوس إنما لو تبنا الولادة علشان إحنا عندنا فلوس ده إحنا شعب يعني المفروض متربين على لو خدت من ثل فلوس هيختلف يوم من الأيام مفترض عارف إن العمل مش بس عشان يبقى عنده فلوس العمل ده عمل عبادة العمل للسيدة وللرجل وقيمة وتحقق وكل حاجة وقيمة وتخدر والعتكرة السيدات اللي بتخرج وتشتغل وبيبقى عندها وعي إيه اللي بيحصل في المجتمع في غاية الأهمية بترجع لبيتها عندها يعني وعي ممكن نقول هيبقى فيه مجهود عليها كبير وهيبقى عمل يعني عمل في البيت وعمل بر جوه البيت وبر البيت مجهود كبير السيدات بتخرج من سوء العمل عشان المجهود ده بسيكتين ما بيقدروش عليه بس عايزة أقول لها تريك على حاجة برد السيدة اللي داخل المنزل وبتربي ولادها وبتعمل مجهود وعارفة إن أسرتها الصغيرة دي بمجهودها اللي داخل المنزل مهم وبينجح أنا ما بقللش بتاتا من عمل من عدم نزول السيدة للعمل لا دعم فكرة السيدة اللي قاعدة في البيت كمان بتشتغل بتعمل مجهود فيه طبعا وبتنتج بدل ما توجد دروس وبدل ما تعمل يعني يعني في حاجات كتير قاعدة تعملها في البيت هي الوحدة بس أنا بقول إن السيدة اللي بتخرج العمل فرصة الإنجاب أكتر من طفلين بتبقى أقل ده بالطبيع مزبوط مزبوط ما في الناس وعند أطمن بس الناس السيدات اللي في الطبق اللي حيث بتتكلم عليها صدقوني الولاد بيبقوا فخرين جدا إن أممهم بتشتغل فخرين جدا إن مامتهم بديهم وقت أثناء كل المجهود اللي بتعملوا وبنربي جيل عارف إن الإبن اللي بيلاقي مامته بتشتغل صدقني بيبقى عنده احترام لدائرة العمل اللي بتبقى فيها زوجته فبيتربى كمان شاب قوي جدا وشاب متعاون جدا وزوج يعني بيهتم بزوجته مش بيبقى حاسس إن كل الحاجات دي المفتوط طبيعي جدا تبقى موجودة في المحيط بتاعه إحنا بقى بنقول للبنات دلوقتي خلي بالكوا كمان إن الحياة الاقتصادية في المرحلة دي لا محتاجة العمل محتاجة الإنتاج اشتغلي من البيت على فكرة بقى فيه شغل دلوقتي يمكنك بنعمله من البيت كتير في سيطات كتير بتقوم بقى مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل البيت كل إيد لازم تنتج لو إحنا مفكر نهاردة يعني تعايت جدا بالسكتر الرئيس لما قال هذا المشروع مش مشروع تنمية الأسرة المصرية ده مشروع تنمية الدولة المصرية صحيح شغل ومنتجات متميزة عشان كده احنا ركزنا على المشاغل وخروج منتجات ممكن قابلة للبيع وقابلة للانتشار سلامة سيدة عايزة تاخد بالها من ولادها وتشتغل في البيت ليه لا أما تشتغل في البيت وتنتج وتاخد عائد يدر يعني بنجاح عليها وعلى أسرتها يا رب إن شاء الله إن شاء الله بكل التوفيق دكتورة أشكرك جدا 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 دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في حديث على الجلسة النقاشية بتاعت النهاردة تنمية الأسرة المصرية أو يمكن زي ما أشار إليها الرئيس هي تنمية للدولة المصرية بشكل عام إحنا فاصل وهنرجع نكمل الكلام ولا فاصل صح؟ طيب هنروح للفاصل وهنرجع نكمل الكلام على هذه الجلسة النقاشية في هذا الصباح الباكر الذي امتلأ الحقيقة بالحقائق الأرقام وبجسارة غير مشهودة بصراحة يعني أنا ما شفتش رئيس جمهورية كنت لو سأقولها عن 47 سنة فأنا عصرت أكيد فوتفولت يعني ملحقتش أكيد خطابات رئيس السادات الله يرحمه لكن رئيس السادات وبعدين مبارك وبعدين اسمه ايه وبعدين فخامة الرئيس السيسي والمرحلة الانتقالية كان فيها مصر العديل منصور حلو؟ طيب وشفت في أمريكا بقى كارتر وشفت في أمريكا مين تاني شفت بوش الأب وبوش الإبن وكلينتون وأباما وترامب ستة شفت زيهم رؤساء مجلس وزراء ورؤساء وزراء رؤساء حكومة في بريطانيا شفت رؤساء في فرق محدش أنا بقولك أنا مسؤول عن الكلام ده دور ورايا محدش اتكلم ولواجه مشاكل بلده بهذه الجسارة من قبل على الإطلاق وفي مصر محدش دايما كان بيبقى فيه أمور لا يتحدث عنها الرئيس دايما كان كده لأول مرة بتلاقي رئيس بيقول بمنتهى الجسارة متحملا كامل المسؤولية هنروح لفاصل وهنسمع مع بعض وهنعلق مع بعض موسيقى انا شيلت كينة بقى اسمي خلاص بيعت الورد محدش عارف اسمي من كتر اللف 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 مكسر جسمي جينا 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 الدنيا جينا 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 واحنا بنا في دينا كان نفس احكلكو حاجة تعني قومي وحاجة دايقتني شوية ملقيتش مكان ولا حد سمعني كإني قعد وحدية ووحشني حدنكو زي زماني ريتو كان بقديا لو بس تلاقو حبيت ولك يكفي ويكون ليا جينا 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 الدنيا جينا 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 وحنا بنا في دينك كان ياما كان أجمل فستان وعروسة في إيدنا ستنيا كان نفس ألعب بيها ولبسها وغني لها أغنية كده فجأة لقيتنا لقعدة ما كانها ومثل أغبطة من الدنيا للعبة الحلوة بقت مش لعبة وإنت بقيت لا هي جينا 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 الدنيا جينا 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 وحنا بنا في دينك أنا كنت بفتح عيني وبنزل مدرستي الصبحية دلوقتي بقيت أنا بنزل بنزل هنا تحت العربية سايب ألواني وقطبي ورسمي وحياتي الطبعية والعدة تقيلة تقيلة عليها بتعور لإيديها جينا 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 الدنيا جينا 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 وأحلمنا في دينك جوم الدنيا وجواهم أحلم كتير بس أكيد طول ما عددهم كتير مشاكلهم هتكون أكتر وجودة الحياة اللي بنوفرها لهم أكيد أقل إيدينا في إيديهم بعض نحقق لهم جودة حياة أحسن لأن أولادنا يستحقوا حياة حلوة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهلا بيكم معنا مرة تانية طيب الشاردة الوردة فكرة شاردة تبقى واردة في إن إحنا ننقش على سبيل المثال للحظر تيجي تسأل كده يعني شاردة ألا وهي طيب والرئيس تكلم بكل الوضوح والجسارة في هذه المشاكل من أصغرها لأكبرها وإن كان مفيش أي حاجة كانت صغيرة تكلم عليها بصراحة ليه؟ علشان هذا يعكس اهتماما حقيقيا من الرئيس بس اهتمام؟ طب هذا يعكس إخلاصا حقيقيا في حل المشكلة؟ بس إخلاص؟ هو هذا يعكس إصرار على خود التحدي بمنتهى البساطة أسهل حاجة في الدنيا كان الرئيس هيروحنا نعمل مشروع تنمية الأسرة المصرية وهيبقى فيه كلمات للسادة الحاضرين على الستيج وكله نيودلي بدلوا من وجهة نظره وبعد كده الرئيس يقول كلمة قصيرة يثني فيها على كلمات السادة الحضور ويا جماعة مصريين شدوا حلكوا وإحنا إن شاء الله يعني هنكمل المشوار وإحنا من نجاح إلى نجاح ومفيش عندنا مشاكل إحنا زي الفل وميدة فل واربعتاشر وبعدين ناخد بعضنا ونركب العربية ونروح البيت ده كل واحد فينا هيروح شغل بس كده اللي يروح شغل بقى اللي يروح بيتهم خلاص لكن ده ما حصلش الرئيس كلمك على كل مشاكلك منها على سبيل المثال ودي واحدة من المشاكل الكبرى مشاكل الكبرى ده دي أم الأثافي أو اللي التعليم الحدوتة بتقول القاتية الناس براء أصبحت بتطلب تخصصات معينة لكليات معينة تسميها بقى تخصصات محددة في كليات الهندسة أو كليات الكمبيوتر ساينس أو كليات هندسة الاتصالات إلى أخير ويعا وإنه هذه التخصصات بتتطلب ناس على قدر عالي جدا ووافر جدا من العلم والدقة وإنه هذه الوظائف قد يصل فيها راتبك لحوالي عشرين ألف دولار شهريا وبتشتغل وإنت موجود في مصر خلص ما بقيتش مضطر أن أنت تسافر أمريكا ولا تسافر إنجلترا ولا تسافر فرنسا ولا تسافر ألمانيا من وإنت هنا بتشتغل على هذه الحاجات حاجات أكيد متعلقة بالبروجرامينج والسوفتوير وحاجات زي كده جميل فجاء الرئيس قال يا جماعة إحنا عاوزين ولادنا يبدأوا يخترقوا سوق العمل ده عايزين الخرجين المصريين يخشوا في ده فيبقى المصري ليه سعر كبير في النوع ده من الوظائف طيب نعمل إيه يا فندم اعملوا اختبارات لا يا فندم الموضوع ده هيتطلب إنه عشان الولاد بتوعنا يبقوا مؤهلين لازم هيعملوا دراسات هتبقى تكلفتها للفرض للطالب 30 ألف دولار يعني إيه يعني 450 ألف جنيه تقريبا أكتر 500 ألف جنيه تقريبا للطالب الواحد جي الرئيس قال اللي هينجح في الاختبار 30 ألف دول منحة من الدولة يعني نص مليون منحة بس الولاد يبقوا زي الفل اتعمل الاختبار لتقريبا 300 ألف طالب خرجين كليات حاسبات كومبيوتر ساينز وكليات هندسة اتصالات وكليات متخصصة تخصصاتهم متعلقة بالبرمجة والحوسبة وكل الكلام الحلو الجميل اللي أنا معرفوش وسأل الرئيس تفتكروا فيك مواحد نجح حد من الحضور رد قال 50% نسبة النجاح طب اللي نجح طالع 111 رياسة ده يا كرام لسه حد من زملائي العزاق طاها زميلي بيقولي الرئيس كان واضح انه هو متدايق قلت له الارقام اللي تقالت تخوف ترعب قلت له طالع لما يبقى 300 ألف يخشوا اختبار علشان ياخدوا المنحة 300 ألف يطلع 111 هم اللي مؤهلين 111 انت عارف ده معناه ايه ده معناه ايه على التعليم بالضبط زي ما كنت بتكلم مع شحاتها يا زميل قلت له أصلا أنا الجيل اللي كنا لما نتخرج من الجامعة ونبدأ نخش سوق العمل فأول جملة كانت تتقلم بص حبيبي أهم حاجة بقى تنسى كل اللي تعلمته في الكلية ده احنا هنا هنتعلم من أول وجديد فحتى كنت باتحك قلت له طبعا أنا قعدت في الكلية خمس سنين منهم سنة إعدادي هندسة واربع سنين اقتصاد هنسى إيه بقى هنسى الهندسة ولا نسى الاقتصاد ولا نسى كله يعني خمس سنين يروحوا من عمري أي كلام في الأي كلام كده طب أنا قضيتهم ليه طب ما كنت أشتغل بالسنوات العامة بقى هل ده منطقة هل ده معقول طب أنا بسألك إنت المواطن هل إنت كنت تتصور إنه النجاح في اختبارات تلتمية ألف بني آدم يبقوا 111 شيء الحقيقة مذهل مخيف طب إنت عاوز بقى هنا أنا بسألك إنت بقى كده المواطن علشان لاحظت أن في ناس يقول لك إيه أنا مش عاجبني هو إيه يوسف بيقول إيه يعني هل هذا تطبيلا تطبيل في إيه هو أنت إمتى سمعت رئيس بيواجهك بمشاكلك إلى هذا الحد مش قولك بيواجهك بيواجه نفسه وبيواجهنا إحنا المجتمع وبالمناسبة هو الرئيس قال كده وإحنا قاعدين قال إحنا هنا كلنا زي بعض إحنا كلنا واحد وما فيش حاجة اسمها النظام في حاجة اسمها الدولة المصرية فنحن نواجه بعضنا البعض بالحقيقة اختبارات لتلتمية ألف أسفرت عن 111 ينهربيا ده على رأي منحة شلبي ينهربيا وبرده رئيس قال مش مشكلة المية 11 ياخدوا المنحة وهنبدأ علشان كده لما جاء الرئيس هو بيكمل قال إن النهاردة عشان نبقى متطمن على مواطن إنه متعلم صح ده أنا هتطمن عليه بعد 16 سنة لو كنا بنبدأ النهاردة 12 سنة في المدرسة وأربع سنين الكلية بس نكون بدأنا من النهاردة صح 100% صح ما فيهاش أي نسبة خطأ كده أبقى أنا متطمن بقى يا نهار بيض يا نهار بيض وقال قال لقاءاتنا دي توعية حقيقية لواقعنا وإحنا مش بنتكسف خلونا نسمع ونكمل الكلام لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا وإن إحنا ما نتكسبش إن إحنا نتكلم إن تقولتوا كلام مترتب حيفهموا ناس كتير وفي ناس كتير محتاجة أكتر من كده عشان يوصل لها عشان إيه الدكتور هل ممكن تقول لك معدل نمو بتاعنا ستة ستة إيه هو اللي زحلتنا إيه بنفعه ستة اللي زحلتنا عايز ستين عايز إيه ستين عشان توصليني إن أنا يبقى عندي خمسة تريليون دولار داخل نتج محلي للمئة مليون عشان أقدر أقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في أوروبا وأقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في أوروبا وأقدم لهم وعي وتوعية زي اللي بيقدم في أوروبا أنا ما بقدرش أقدم ده لما عملنا قام الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها لإن بدلا ما بنتكلم في 20-30 ألف اللي في ثلاث سنين داخلين عاملين ولسه شغالين خدت بالك من الجملة بتاعت الخمسة تريليون لك أنت عايز تقدم تعليم وعايز تقدم خدمات ووعي زي اللي بتقدم في أوروبا يبقى أنا بقى هنا مش عاوز يعني كانت الدكتور هالسعيد كانت بتقول إنه إحنا اقتربنا من معدل 6% معدل نمو اقتصادي فقال ده إحنا كده مش عاوزين 6 إحنا كده عايزين 60 عشان نوصل للخمسة تريليون صحيح هنوصل الخمسة تريليون دي إزاي قائم الانتظار بتاعة طالبين العمل قال دي مش عشرين ولا 30 ده إحنا بتتكلم على مليون واحد طالب عمل هو دي اللي أنا عايز أسألك علي ما هو بمنتهى البساطة طبيعي خريج مش مطلوب لأنه مش متعلم مظبوط فيصبح عبق على أي منشأة هيخش يشتغل فيها تطلع عام تطلع خاص هو عبق يمكن حتى الرئيس ضرب مثل قالك يعني معقول إن إحنا كل خرجين كليات الأداب والتاريخ أو قسم تاريخ وقسم جغرافيا وكل دول مطلبين في سوق العمل طب إزاي والرئيس كان واضح وقال لك هو أنت عاوز العيال تتخرج أو الولاد يتخرجوا لمجرد أنهم ما يتخرجوا ده أنت بتتخانق علشان يغشوا وهنا زي ما قلت لك هاي دي المواجهة الحقيقية إحنا هندحك على نفسنا يعني ما كانش فيه أولياء أمور بيتظاهروا قدام أبواب المدارس عشان عاوزين نظام للغش تعال نفتكر الدراسة أونلاين ماشي حلو كده اللي امتحان الحكومة قالت اللي امتحان هيبقى في الفصل في المدرسة أو ليه الأمور قالوا إيه لا عايزينها أونلاين أنا راضي زمتك أنت أخوي المواطن تعايش دعا تمتحان أونلاين ليه أنا فاكر أنا قلت اتكلمنا من سنة بالزبط ليه يعني الأول لما كانت الدراسة أونلاين كانوا الأهالي بيقولوا إيه ليه افتحوا المدارس خلوا الولاد يروحوا المدارس هنقعدهم في البيت ليه أنت الأول عاوز تخلص من عيالك اللي في البيت دول عاوز توديهم المدرسة أنت مش عاوز الهوسة وعاوز العالي ترجع إيه مخدودة إيه ده أنا هون والنبنة أمير الله العظيم حلو أنت عايز العالي ترجع مهدودة أنت مش بتودي العالي مدرسة عشان العالي تتعلم لا أنت بتودي العالي مدرسة عشان تنزلهم من على دماغك خلينا بقى حقيقيين ووقعيين عايز العالي بقى معاها الشهادة وشكرا أنا كده أتميت مهمتي في الحياة الواد خد الشهادة البيت خدت الشهادة يا سلام كده هي دي المهمة مش مهم هو خد شهادة تشغلوا ألا ما تشغلوش اتعلم صحة اتعلم غلط مقاش فارق بقنا يلا دخل طيب يعني أنت عايزة لها تخش المدرسة أيوة كفانة أونلاين حاضر كفانة أونلاين يلا جماعة الامتحانات بقى في المدارس لا إحنا عايزين الامتحانات أونلاين ليه؟ عشان أبو عرف بيغششه عشان أمه وقفة بتغششه عشان أخته واخوه أفين بيغششه عشان الواب بيحط التليفون على حجره حتى لو بيمتحن أونلاين وفاتحين الكاميرا بتاعت التابلت حطت التليفون على حجره كل شوية عمان يبص عشان يطلع على الإجابة هو كده تعلم وكده امتحن وكده أجيز خدت الابتدائية ولا الإعدادية ولا الصنوية لا أخدش حاجة خد بمبة يبدأ يواجهها لما يتخرج من الكلية بقى قاعد عارف انت وصحبك أعزل سعيد صالح الله يرحمه أعزل معهوش أي سلاح ده لابيعرف لغات ولا هتعلم حاجة في المدرسة ولا هتعلم حاجة في الكلية فتادي جي تقول لي وليه الدولة ما بتشغلوش هشغلو إيه؟ حبيبي ما يعرفش حاجة هشغلو إيه؟ طب وليه الدولة ما بتعلمش أقولك علشان ده واحد بقى أو ده الأساس اللي تبنى عليه الجلسة النقشية بتاعت النهار عشان إحنا بنزيد اتنين وسبعة من عشرة مليون بنقدم كل سنة علشان بالزيادة دي بالزيادة دي إحنا عايزين أربعين ألف فصل دراسي كل سنة لو هنفضل نزيد كده أربعين ألف فصل دراسي يعني كل سنة تبني تبني بس بعشرين مليار تكلفة الفصل في إطار البناء المتكامل بتاع المدرسة ده لسه من غير مدرسين من غير مساعدين مدرسين من غير هياكل إدارية من غير عمال من غير صيانة من غير فطورة مية من غير فطورة كهرباء انت بنيت عشرين مليار دولار عشرين مليار جنيئ مدارس كل سنة أبني لسه ما دفعتش ولا أجور ولا صيانة ولا فواتير ولا غير طب والصحة بالمتوسط خمسين مليار كل سنة علشان أعمل أسرة تتطفق مع المعيار الدولي بنشتغل فيه شغل معدل نمو زي ما الدكتورة هلا السعيد قالت ستة في المية بس زي ما قال الرئيس علشان ندي نفس الخدمات دي أنا عايز كده الخمسة تريليون بلجيكا خمسمائة مليار بيتوزعوا على عشرة مليون أنا عايز في مصر نفس التوزيعة في هذه الحال اضرب في عشرة خمسة تريليون طب هيجوا إزاي ربنا سبحانه وتعالى أرفوه بالعقل هيجوا إزاي أي بلد في الدنيا مش إنسى مصر أي بلد في الدنيا عندها إيه عندها مواردها الاقتصادية مواردها الاقتصادية دي هي أكتر من رافض أولهم موارده الطبيعية سرواتنا الطبيعية ده اللي وجده لنا ربنا سبحانه وتعالى في بطن الأرض وفي قاع البحر وديك شايف كان زمان يقولك ما عندناش طلع عندنا غاز الرئيس عمل استراتيجية كبرى بدأنا جميل عندي موارد بشري طب موارد البشري أنا عندي مئة مليون مواطن صح سؤالي بقى ما عشان يبقى موارد يعني يبقى إيه أداء أو عامل من عوامل الإنتاج كنا أنا أخدها كده حلو في الجامعة يعني طب عشان يبقى عامل من عوامل الإنتاج يبقى لازم يكون متعلم تعليم كويس أو مدرب تدريب كويس لازم تكون صحته كويسة لازم يكون ساكن في سكن صحي ملائم لازم يكون بيحصل على قدر وافر من الغذاء الصحي صح؟ طب الحالة دي موجودة عندي يعني أنا لما بخلف ستة أنا بعلم العالم مظبوط وبسكنهم في مكان مظبوط وبلبسهم لبس مظبوط وبأكلهم أكل مظبوط حط ده على جنب وبأعملهم مظبوط يعني الأب أو الأم اللي بيربي ستة في البيت ربنا يديهم الصحة يا رب ويطرح فيهم البركة بهوستهم ودوشتهم زي اللي بيربي اتنين في البيت اللي اتنين عندهم نفس الهوسة والدوشة يعني أنت خلقك جايب أنك تربي ستة زي اللي جايب يربي اتنين طبعا لا الهدمة اللي العيل بيلبسها دي أنا عايز أدفيه عايزه ما جلوش التهاب رئوي عايزه ما جلوش برد عايزه ما يسخنش عايزه ما يعياش عايزه صدره ما يشخشخش هو أنا عارف أجيبه منين ما أنا مخلف ستة طيب بأكله بأكله إيه بأكله أكل يبقى في عندي وجبة حلوة محترمة بعرف أحطها على الترابيزة ولا الطبلية لعيالي فيها نشويات وفيها بروتينات وفيها خضروات أي فيتامينات وفيها ألياف من الفواكه والفركتو لا بخليه يتعلم ده أنا أخري بودي مدرسة وطلعه هو في سنة ثالثة ولا رابعة ابتداء خد بلك الناس بتيجي تقولك يقولك ما أنا بطلعهم عشان يساعدوني طب هيساعدوك على إيه هيساعدوني على المعايش طب وهم هيساعدوك على المعايش ليه عشان هدخلي قليل طب أنت دخلك قليل مش عارف تصرفه على العيال ليه مش مكافي وأصلا أنا بخليف ستة طب أنت خلفتت ستة ليه يعني هو البودة ولا الفرخة ما أنا مش فاهم يعني إيه المنطق في أن أنا ما أنت لو كنت خلفته واحد مش هتطلعه من المدرسة لو خلفته واحد هتصرف عليه حلو وتأكله وتلبسه وتشربه وتبسطه وتمنجهه بس أنت ما خلفتش واحد طب اتنين يا عم هو فيش حد يقولك ما تخلفهمش يعني خلف الجوز تمام ربنا يا ربي يخلي ويبارك ويبقى أحسن عالف الدني بس أنا بقى إيه أخلف مثلا بعد ما تجوز بسناء سنتين علشان خاطر أقف على رجلي أنا المواطن العادي أكيد حضرتك عايز تقف على رجليك تتنفس منت لسه يدوب مخلص يعني مسئولية مادية قد كده بتاعة الشقة إيجار كانت ولا شراء تأسسها فرح حضرتك بلاش فرح كتب الكتاب كل المصرفات حلو شم نفسك بقى شوية سنة سنتين طيب ستة العروسة هانم شم نفسك شوية اتفسحي مع الرجل اللطيف اللي انت متجوزا ده انزلوا تمشوا على الكورنيش ناكل دورة ونشرب منجة والله العظيم ما بهذر ده مهم مهم لصحتكو الأسرية مهم لصحتكو النفسية مهم قبل كده مخطوبين بتخرجوا بحساب وبتطلعوا بحساب وتنزلوا بحساب وده طبيعي ده طبيعي ناعدة بقى متجوزين نتمشى مع بعض ونسفر مع بعض وننبسط مع بعض ونحب في بعض وميت فل واربعتاشر اهو نهم متجوزين اللطاف عصفورتين حلوين عدنا سنتين جاء ربنا قسم بأول عيل فوت له بقى أربع سنين كده الواد هو كمان ولا البنت تتنفس تتربى حلو ماما تدلع بابا يهاشتك نعرف نجيب هدايا حلوة للعيال دي في عياد ميلادها نعرف نقدم لهم في مدرسة جميلة بعد الشر حد تعب ما بقاش قاعد عمال بقولي يا ده يا دقي هجيب فلوس الدوى منين ولا انا بقول كلام فاضي ما حد بس يقولي والله بتكلم جدا ترجع تقولي هو أصلنا مش فاهم هو فيه يعني الرئيس تتكلم على بس تتكلم بمنتهى الانفتاح بمنتهى الانفتاح حتى فيه مسألة ما نواجهه يعني افري نوان ذن من حين لآخر باللغة العربية الفصحة من اللي تقاين حرية الرأي حلو انا بقول انا اكتر واحد في الدنيا حب حرية الرأي والتعبير اتربت على كده اتربت على كده ببيتنا ابويا وامي وعمامي وجدي الله رحمه يا رب جدي الامي الشيك عبدالوهاب علم عياله كده قول واجه بس خد بالك وده اللي بقى اقشار إلي الرئيس قالك هو انا من هلنقسم من الكلام لا اتكلم بس خليك ملم بكل أبعاد المشكلة واعرض كل أبعاد المشكلة ما تطلعش تتكلم وانت ما انتاش عارف لانه بمنتهى البساطة انا هسألك حضرتك انت عزيزي المواطن افترضنا انك اب على سبيل المثال ابنك عنده 15-17-20 25 سنة حتى وفي جلسة لطيفة ظريفة وانتوا قاعدين في البيت معاهم مش عازمين حد قاعدين كده بتتكلموا فابنك يقول لك على فكرة بقى انت بخيل يا بابا ايه ده يا ابني تقدب ادي اول حاجة تكلم معايا كويس يا بابا انت حضرتك يعني مش مزبطنا مش موسع علينا يعني فهتسأله ازاي فيقول لك ايوة انا كل صحابي عندهم عربية وانت بسك ايدي كل صحابي مش عارف ابوه جابله وشقة في التجمع ما صلى الله عليه في الشيخ وانت مش عايز فالولد يبدأ يخش فيه هجوم على ابوه ضاري ويبقى الولد ده لي اخوات اصغر منه اصبح فيه عندهم في ذهنهم بابا شقاسي بابا شرير بابا مش عاوز يصرف علينا حلو بابا مش عاوز يشتري لنا شقة في مكان حبوب بابا مش عاوز يجيب لنا عربية نروح بيها الجامعة ولا نروح بيها الشغل صح كده السؤال بقى هو انت عارفت دخل بابا كام بلاش دي عارفت اذا كان بابا عنده مدير غتيت ولا لأ قبل ما تقوله اصلا انت يا بابا متنرفز وبتتعصب ما تعرف ايه المشكلة اللي عنده بابا في الشغل ويه المشكلة اللي عنده في الفلوس ويا طرق مش يمكن هو عمل لك كذا وكذا 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 ولكن كافف يدك عنه علشان خاطر انت هتحتاج ده قدام بس مش دير الى اخره انت ملم بابعاد مشكلتك انت كفرد جوه الاسرة قبل ما تلقي باللوم على ابوك او امك بس ده المسأل البسيط فكر فيها بالطريقة دي هتيجي تقول لي وهل الاسرة مثل الدولة هقول لك اكبر اصعب اخطر انت بتتكلم على دولة السؤال عارف تفاصيل اللي انت بتقوله شايف الصورة الكاملة بزمتك تيجي نعمل اختبار لذيذ اختبار ايه رأيك مصر فيها خليه ده سؤال الحلقة والله العظيمة بهذر مصر فيها كم طالب في المدارس الحكومية وما تغشش ما تغشش ما تروحش فتح جوجل وكتب لي اجابة بأمانة الله يا شيخ انا بزممكوا واحد واحد سؤال الحلقة حط الفيسبوك والنبي بتاعنا على الشاشة سؤال الحلقة ده الاختبار مصر فيها كام طالب في المدارس الحكومية يعني ليه ليه انا اخترت السؤال عشان ده اللي بيتعلم مجاني خلاص كده التاسعة هنروح لفصل ونرجع نكمل الكلام اهلا بكم معنا مرة تانية بقى النهاردة وزيرة الثقافة المصرية دكتور ايناس عبد الدايم وايضا السيدة ايا عمر رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة وقعوا بروتوكول تعاون طيب البرتوكول ده هدفه ايه هدفه ان تتعامل شراكة استراتيجية وتنفيذ محور اسمه كده بناء الانسان المصري ودي من اهم الحاجات تبني البني ادم وتبني وعيه ووجدانه وثقافته طبعا ده في ظل المبادرة الرئاسية الكبرى حياة كريمة طبعا زي ما حضراتكم اكيد تبقوا فاهمين انه هذا البرتوكول هو متعلق بمحاور التسقيف والتوعية والمواهب وايضا التنصيق الحضاري دكتور ايناس عبد الدايم قالت ان مبادرة حياة كريمة بتعكس اهتمام الدولة بولادها في مختلف ربوع مصر وبتأكد ان دي واحدة من الخطوات اللي بتسهم بالفعل في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الاكثر احتياجا وبالتدريج ليه؟ علشان نرتقي بمستوى الخدمات اللي بتتقدم للمواطن في القرية المصرية ده كلام مهم الى ابعد الحدود وبالمناسبة هو مش منفصل ولا بعيد عن الكلام اللي كان النهاردة في الجلسة النقاشية البني آدم البني آدم ومخه انت متصور بني آدم من غير ثقافة سيباك من التعليم ثقافة البني آدم وهو يمارس الفنون والموسيقى يعني كل اشكال وانواع الثقافة طب ما مارسهاش اصبح كمان متلقي يا سيدي بلاش عازف بلاش مؤلف موسيقي بلاش فنان تشكيلي بلاش روائي بلاش شعر متلقي ده في حد ذاته تكوين لوجدانه بشكل مختلف تماما حلم ولاني بتكلم على الموسيقى والموسيقى هي حبي الاول في كل الوان الثقافة ولاني دايما اقول حظي ان انا طلعت بس مستمع ولا استطيع ان انا اقوم بالعزف على اي قال على الاطلاق حتى لو الديسك اللي انا بعمل هل ما معرف خلونا نرحب ببصنا العزيز الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد الكمار اهلا بك اولا اهلا بس ازاي الصحة كل جنان لسعيد جدا انا معيك النهار ده انا لسعيد والله لان انا زي ما تقولك ده انا حبي الاول في الفنون هو الموسيقى اسمع كويس يعني على قدي برضو انا غلبان جدا يعني ويمكن برضو من دواعي سروري ان انا اشوفك استاذ خالد باشا وانت ايضا بتقوم بتقليف الموسيقى التصورية لمجموعة من الاعمال الرمضانية منها اعمال اصبحت ملحمية وجزء لا يتجزق من حياة المواطن في رمضان زي الاختيار ومنها اعمال رائعة جميلة زي الاسم اللي كنا بنتكلم عليه فاتن اما الحربي اللي هيبقى بطولة نيلي كليم ان شاء الله ان شاء الله احكيلي الاول انت عندك كم سنة باشا واحدة تلاتين ما شاء الله دي برضو من ضمن الحاجات اللي اتفرح نحن نشوف مؤلفين موسيقيين وهم يعني في سن صغيرة نوعيا لكن بيمتلكوا موهبة كبيرة جدا وكمان يبقى في ثقة في ان هما يقوموا بالتأليف الموسيقي لا اعمال كبرى مش ورا الموسيقى بدأ معاك امتى سؤال صعب ده يعني هو بدأ معايا من يوم عويد عبدالله انا مش مش فاكر يوم قررت فيه ان انا هبقى بتاع موسيقى يعني هو انا خلقته كذلك يعني ما وعيش على يوم مثلا كان قدامي اختيارين مثلا هعمل كذا ولا كذا وقلت لأ انا عايز امشي بسكة الموسيقى هو انا يعني كده منذ الطفولة خالص 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 يعني يمكن الموضوع بدأ في الاول خالص انا عائلتي مش موسيقية خالص عائلتي اكاديمية جدا كلنا اسادس الجامعة ومهندسين شاء الله كده ولكن والدي كان بيسمع الموسيقى الكلاسيكية زي ما حدثك برده مستمع جيد فكنت دايما راعه الجنب وكده ولاقيه مثلا مشاغل بيتهوفن ولا بتاع هم بقى واخد منه الهيدفونز اللي كان بيلبسها وقال له لا انت هتسمعني وتشرح لي دا ايه اللي بيحصل دا كنت صغير جدا جدا يعني بس وكنت مولع بموضوع جدا وبعدين تلاقيه الاطفال كلهم عندهم مثلا اللي هو السوبر هيروز بتاعنا وبتاعنا احنا صغيرين سوبر مانو وبات مانو وبتاعنا بقى كان السوبر هيروز عبدالوهاب بيتهوفن موزرت بليغ وهكذا فكانوا دون هم يعني هم الفيجرز او الاشخاص اللي انا بتطلع اليهم من يوم عميت عندهم يا ايان ف دا حب الموسيقى بالنسبة لك بدأ بسبب الوالد اللي بيسمع موسيقى مجرب بيسمع بس اه مجرب بيسمع بس طيب لما بدأت تقول للوالد انا هدرس موسيقى وهو رجل اكاديمي والعيلة اكاديميين قالك ايه في الاول تحمسوا جدا قالوا زي هواية جميلة قلت اقول لي في الاول قالوا ازاي لا بالعكس او في الاول تحمسوا جدا وقالوا انهم موضوع هواية لذيذة يعني بعدين مع الزمن بدأوا يحسوا انهم ايه دا لا دا موضوع مش مجرد هواية انت كده خطر فبدأوا انهم يبقوا ضد الموضوع بنسبة كبيرة لحد ما جيت عند السنوي قلت لهما انا عايز ادخل معهد الموسيقى انا كنت للاسف جايب مجموع عليه في سنة وايه يا عم للاسف فقلت لهما عايز ادخل معهد الموسيقى او حاجة كده فقال لي لأ خسران مجموع ده وانت يعني فضلت تدخل هندسة او كده وهي كده كده وانت كنت علمي كمان اه اه كنت علمي ودي عمد الاسر المصرية فاش زارة اه 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 مجميع هندسة خلاص وتقول لي بسم كلام بالزبط كملتوا في موضعين هما كانوا متوقعين كانوا مستنيين اللحظة اللي انا اقول لهم فيها خلاص يا جماعة اكتشفت ان المزيكاتي كانت حاجة كده عابرة في حياتي وخلاص يعني بس ولا كانوا مرضاتي لها فجد وكان في دماغك من وقتها انك تشتغل بالتأليف الموسيقي ولا تشتغل بالعزف والله ايو انا صغير ما كانش عندي يعني ادراك للفرق هقولك لي لان انا اول كم حفلة حضرتها في حياتي كان الفنوع عمر خيرت فهو عمر خيرت تحديدا يعني كان بالنسبة لي هو شخص واحد بقامل الاثنين فما كنتش كطفل يعني مميز ان هما حتنين غير بعض يعني يعني استموزهل مؤلف موسيقي مورفي زي اه موزهل بانديو الصحارو بس فما كنتش مدرك ان فيه فرق يعني وبعدين مع الزمن اكتشفت ان انا لأ انا بفضل اكتر ناحية التأليف مش العصف فكنت لقوي بعض في بيانو بعدين علاقتي ببيانو فضلت تخفت 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 الحد ما بقيت بقى مؤلف فقط مبعضش على ايه لحاليا لكن ميلك في المؤلف بتاعك الالة الرئيسية بتاعتك بتبقى رايحة فين بيانو قديد ولا ايه لا 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 ما عنديش حاجة معينة يعني حسب العمل بيوديني الفين يعني 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 مثلا انا صديق عزيز جدا علي دايما بفخر صدقته دكتور راجح داود يعني رب طبعا يعني دايما الالات بتاعته كده تروح لقيت الكلارينات وارجن خلص راجح داود بقى فيه عندنا فينجر برينت طب انا هستأذنك هنكمل الكلام على مشوارك في الموسيقى وبعدين انك مش بقى التأليف انك كمان بعد كده تخلق اسم يدفع بانه زي بقولك ده عمل ملحمي زي الاختيار فيتقلك خالد احنا عايزينك تكتب وتؤلف الموسيقى بتاعت هذا العمل وبالمناسبة هي الموسيقى بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتبرز الصورة وتبرز العمل يطلع بقى ملحمي تراجي دي تبرزه جدا فهستأذن هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع مؤلفنا الموسيقي الموسيقار خالد الكمار استنونا بعد الفاصل طيب خلونا نجدد الترحيل بعد اذن حضراتكم بالمؤلف الموسيقي الموسيقار خالد الكمار واللي بيؤلف او اصح اللي ألف الموسيقى التصورية لبعض من الاعمال الرمضانية اللي جاية بإذن اللهم بلغنا رمضان منها العمل الملحمي الأكبر الاختيار وأيضا مسلسل اسمه فاتن أمل حاربي الاسم كده عشان بساحدة ما تبتكرش أنا أقولك اسم بطلة مسلسل هو الاسم كده وبطولة نيلي كريم فكنا بقى بنقول ايه يا أستاذ كنا بنقول انه المشوار يعني الخطوات اللي حصلت لحد ما وصلت الى انه خالد احنا عايزين نتعاون معاك في كذا وفي كذا هقولك استكمالا للنقطة بتاعت ان دخلت هندسة فأول ما اتخرجت قلت الاهلي خلاص أنا خدت الشاهدة هو حققت الكل انت عايزين وما حدش لي دعو فبدأت أدور على شغل في الموسيقى يعني كنت ساعتها ما درستش اه ما كنتش ساعتها درست موسيقى بشكل أكاديمي يعني ولكن كنت بعلم نفسي منذ صغر يعني انا شخص عمات محب الإراءة جدا ودحاح جدا ويعني فكنت بذكر رمزيكة بالتوازي مع الهندسة يعني بس فبدأت أدور على شغل وكنت مقالف مجموعة من المقطعات يعني فبدأت أبعتها للشركات وكده الحد ما ابتدأ يجيلي مشروعات صغيرة خالص كده اللي هو أفلام قصيرة أفلام مستقلة اللي هي بتدخل في مهارة انات وكده فمهم الصدفة ان أول فيلمين عملتهم خدوا جوائزة على الموسيقى بتاعتهم كان فيلم اسم عاشم كان فيلم مستقل سنة 2012 كان عندي 22 سنة وبعدين فيلم ديكور حي كان بتاع أستاذ مجدد كده واني عار نه وساعتها برضو خد جايز أحسن موسيقى في كذا مهرجان بس فابتدأ يعني اللي هو الشغل يجيب بعض ونعم عميكتا وبعدين حسيت انه لأ أنا عشان هقدر عمل ده بجد بقى لازم أدرس بشكل بحق حقيقي وقدمت على المنحة وجات المنحة الحمد لله ورحت في 2015 وتخرجت بمتياز ورجعت بقى يعني بقيت اللي هو مسك الناحيتين بقى اللي هو بقى فيه نوع عميك خبره في السوق وفي نفس الوقت معيها الشهادة الموسيقية يعني اللي هو الدراسة الأكاديمية للموسيقى والعيلة ما تنقشوش معك بإنه انت إزاي ما تشتغلتش بالهندسة وطعبت عميك عايزة أقول لحضرتك يعني النقاش ده فضي لدير لحد مثلا أول إمبارح أه لحقلك لحد مثلا من سلسل الاختيار للموسيقى اللي هو ساعتها حاسه اللي هو ده بيفهم اللي هو ده عارفه وبيعمل ايه يعني وخلاص بقى أه يعني خلاص لما لقوك خد منحة دراسة الماجستير في الموسيقى في بريطانيا ما حسوش بإنه هو كده ماشي صح هما ساعتها يعني كان مستفربين موضوع جدا وشكين برضو اللي هو يعني حتى لما تروح وترجع هتعمل ايه اخرت اللي انت بتعمله ده يعني وكانش عندهم تخيل ان ده هيؤدي الى حاجة في الآخر أو يعني وكانش عندهم تخيل ان ده هتقدر تفتح بيت باللي انت بتعمله ده عيو بس فكنت دايما بامشي بعمهم بأسلوب ايه بقى اللي هو ادوني بس ستة شهور ولو لقتوني بعوك هعمل اللي انت عايزين بالزباب العب على العنصر الوقت فالحمد لله يعني كانت دايما بتزبط طب انت الموضوع ده نفسه ما قلقكش اللي هو انت مش هتاكل عيش يعني خلي ميل او انت تعمل موسيقى مش هتلم انت مش بتعمل حاجة كوميرشال مياش باب ميوزيك ده حقيقي يلاق طبعا بيقلقني جدا واني مازال حد دلوقتي بيقلقني جدا لانهو يعني تاريخيا المؤلف الموسيقي عموما بيبقى يعني البيك بتاعته بتبقى مدة مثلا فنفترض عشر سنين او حاجة يلا طبعا في ناس فلتات يعني ولكن بشكل عام يعني حتى الناس اللي احنا بنعتبرهم بناش شطرة جدا بتبقى البيك بتاعتهم فترة قسيارة وبعدها خلاص يعني السوق بيتجه لانواع اخرى من الموسيقى فده طبعا حاجة يشغليني جدا جدا حتى دلوقتي والشغل الحمد لله وكل حاجة ببقى مش عارف طب كمان عشر سنين انا هعمل ايه في حياتي بس ولكن بيسندني برضو فكرة ان انا عشان معاي يشاهدها في الموسيقى فيعني فكرة اني بقى عندي كارير في الاكاديميك صايد من الموسيقى فبردو كده يعني هترضي انا ماشي في مصار اكاديمي ده معنى انت ناوي تكمل بعد كده يبقى فيه دكتوراه او بي اتش دي اه اه انا كنت بدأت قرازي اصلا وبعدين كورونا بقى جت واضطريت ارجع بس يعني اعطلت للموضوع الدكتوراه ده شوية يعني بس نعمل ان شاء الله ارجع اكمل ايه بقى اللي حصل لما قالو لك او يعني كلمو يعني ايه اللي جرى علشان تألف موسيقى الاختيار جرت ازاي يا نهرب يا رب وموضوع ابتدى في الاول اللي نكنت تشغال مع دكتور بيتر بيمي في فيلم تاني خلص فيلم موسى عظيم اه والحمد لله توفقنا سعي اصلا طبيب اه اه برضو اه شو فالارواح ايه تقدر تتلاغل كده وتتألف معه بالزد فهو اه كنا شغالين على فيلم بتاع موسى ده والحمد لله توفقنا يعني الدنيا طلحت حلو وكده بعدين اه في يوم الايام لقيته بيكلمني يقول لي ايه رأيك تدخل معي مسلسل الاختيار طبعا اول حاجة جات في المغين هو اكيد لا يعني اكيد حاجة بالحجم ده انت مش جاي تديهن انا كنت ساعتها يمكن 29 سنة او حاجة اه بس فاتكلمنا وقال لي لا عايزك تعمل كذا وكذا كذا وشرح لي بموضوع وكذا وحاسيت انه هو طب الله ما نعرف عمل اللي هو بيقولولي او يعني على قل لا قدر اجرب اللي هو بيقولي بس واتكلمنا واتفاقنا واستقررنا حاجة ينا موسيقى تمشي في التيراكشن فلاني بس وبدأنا نشتغل والحمد لله ماشي كويس والمزيكا لوقت قبول كافي يعني انه هما اللي موجودون يعملوا السيزن اللي بعده وكلموني ورده صحيح صحيح طب هنا يجي سؤالي انت ألفت موسيقى لأفلام هل تأليف الموسيقى لفيلم بيختلف عن تأليف الموسيقى لمسلسل وال أو تكرار الميوزيك أو التنويعات اللي بتعمل عليها مين ههم اللي أصاب لو كنت سألتني السؤال ده من سنتين كان يبقى عندي رد يعني أكثر وضوحا لكن دلوقتي آخر كم سنة عشان المنصات وكده بقى أصلا الحد في واصل بين ايه هو الفيلم وإيه هو المسلسل مش واضح قوي يعني بقى فيه مسلسلات كتيرة مثلا ست حلقات واربع حلقات وكده صح ففكرة مسلسل التلاتين حلقات بدأت تقل يعني وبدأنا نتجه أكتر للفورماتس اللي هي الأصغر يعني 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 لما مثلا لسه مؤخرا خلص مسلسل البحث أنا أقول كان ست حلقات أنا أتعامل تمام كأنهم ست أفلام يعني مش كأنهم مسلسل ست حلقات ولكنهم كأنهم ست أفلام فدلوقتي بالنسبالي يعني هو بروسس واحدة إن أنا بعمل الموسيقى مشهد بمشهد أيام لما كانت مسلسلات 30 حلقة ولما بيجي لي مسلسل 30 حلقة يعني بيبقى موضوع بالعكس إن أنا بعمل مجموعة من المقطعات الموسيقية وببعثها للمخرج ولمنتهر وهما بقى بيتصرفوا مع نفسه مع 30 حلقة يعني أنا بقى شفت مثلا مجموعة من المشاهد وعلى أساسها بعمل مقطعات الموسيقية يعني وهما بيتصرفوا على كده لكن على الأفلام طبعا بمشي مشهد مشهد وفريم فريم يعني ده برضو حاجة بالنسبالي مزهلة جدا يعني تعرف الناس اللي زي حالتي بس أنا أجل مستمع يعني في حالي بعود أفكر كتير هو المؤلف الموسيقي بيجيب الفكرة الموسيقية دي منين يعني بيعمل إيه يعني مثلا لو بمشهد مشهد بيحفظ المشهد ويغمض عينيه ويسرح كده ويتخيل موسيقى في دماغه وبعدين المشهد اللي هو الشهير دايماً اللي يطلع يروح مطلع على الألم ويقعد يبسح بالأستيكة ويشتب ويقعد يكتب ويشرب قهوة وشعب يقعد يقعد على البيانو أو يروح مسك يعني بيحصل بجد والله الحاجة الوحيدة الحقيقية في كل ده هيكوب باية القهوة ما نقدرش نيش من غير يازم انتباه بالزبط لكن طبعاً فكرة اللي هو إن الإلام بيجي فجأة وكده دي هفكرة سينمائية جداً يعني آه طبعاً يعني هو الواحد بيفضل قعد ويشتغل ويحاول وتطلع وحشة ويحاول وتطلع نص نص ويهد ويبني من الأول وهكده عايز أقوله ردك شفت عندنا أنا عمري ما ببقى راضي بس يعني هسور فعلاً بس آه بالضبط بس هقولك حاجة فيه مع الزمن أو يمكن مع تراكم البروجيكت يعني الواحد بيبدأ يكون كده يعني إحساس ب إن على أقل ده نافع أو يعني دي بتقضي غراضها هنا الموسيقى دي بتقضي غراضها هنا حتى لو أنا مش راضي عنها تماماً ولكن الواحد بيبقى عنده كده سنسن هو لأ ده تمام فيه استحالة أنه يبقى فيه رضا كامل عاشية يعني الإبداع ما فيهوش حاجة اسمها أنا تمام مية في المية لا لا مستحيل المستحيل خاطس طيب فاتن أمل حربي هل المسلسل غريب زي اسمه أو جديد زي اسمه هو مسلسل جديد وهجريء جداً جداً بس ما أدرش أقول لأي تفاصيل لأ ما نفهم مش هنقول ما تقلقش دي فكرة جديدة تمام موسيقته تطلع بردو جديدة جديدة على خالد ولا جديدة على المستمع هي تبقى جديدة على أي أنا لأن احنا مرازي قررنا أن احنا يعني أنا عادة في معظم شغلي اللي فيته موسيقى لها طبع كده نعم عمي أوركسترالي شوية لكن لا مرازي قررنا نحنا يزيد الموضوع يبقى مصري جداً 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 هو المسلسل أحداثه بتحصل فأحياء بسيطة يعني وكده فقررنا أن موسيقى هتبقى يعني مصري صرف مصري بقى اللي هو يعني زي ما كنا نقول كده زمان الألات المستخدمة في التخت المصري أو التخت آه يعني تقدر تقول كده أو هقول لك حاجة نقدر نعتبرها حاجة مثلاً من مدرسة عمار الشريعي مثلاً طبعاً أنا لي أنا أنافس يعني بس قصدي اللي هو يعني من نفس الروح دي أنا ديان عربي مولانا عمار الشريعي الله ينور عليك وفعلاً مولانا عمار الشريعي الله يرحمه رب خالد أنا سعيد لسبابين بصراحة أول سبب لسنك الرائع في أنك خالد الكمار 31 سنة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تتشهد مليون مرة ربنا يا رب يزيدك الحاجة التانية سعيد بوجه يعني أنا حاس أني أنت أبني بصراحة اللي هو إيه مريح وبسوم وعلى طبعته وحاجة لطيفة جداً فببقى سعيد قوي إن أنا ألاقي بني قدم عادي زي حالتنا يعني مش الشخصية السينمائية بتاعة الموسيقار مش عروب أنكموش أو يجي مكشر أو ما بيردش عليك أو يتوه منك يعني حاجة رائعة مصري صميم بيقدم موسيقى رائعة وفي انتظار فاتن أمل حربي موسيقى مصرية خالصة خالصة بالضبط كده نورت وشرفت شكراً جداً وربنا يا رب يكتب لك عمر موسيقي إلى آخر لحظة يا رب يطلع تسعين سنة كده إن شاء الله مئة سنة يلا شكراً جداً شكراً جداً وشرفتنا هستأذنكم نروح لفاصل نرجع بعض الفاصل بطبيعة الحال مع مولانا اللي مينورنا كل يوم اثنين فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا طيب تخيل بقى أنا أول مرة أعرف أن مولانا كان بيخدم في ضمياط وبيقول خطبة هناك مرة كل شهر أصدقائي ضمياطية يعني زي ما قلت خليني أقول أرحب بمولانا أرحب يا أرحب بصاحب بيت زكى مولانا عمل إيه بارك الله فيك وكل عام والأمة المسلمة والإنسانية بخير بمناسبة معجزة الإسراء والمعراج كل عام وحضرتك بخير واللهم بلغنا رمضان شاء الله ربنا يبالك في الجميع إن شاء الله اللهم أمين مولانا النهاردة الصبح كان في حلقة نقاشية واسعة النطاق وكانت بحضور فخامة الرئيس وشارك في المناقشات وتكلم فيها الأساس بتاع هذه الحلقة هي مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية وأكيد حضرتك تبعت كل التفاصيل فيه سؤال بقى وهو الأراء الفقهية فيما يتعلق بمسألة أسرة سليمة أسرة صحية عيالة تتربى كويس لأنه فيه ناس تيجي تقولك لا أنا ما أنظمش ناس له ولا نظم الأسرة ده حرام ناس تقول والله اللي جاي زي ما هو وأنا ما وقفش وما زبأ يعني طول الوقت فيه أفكار من هذا القبيل بتعصف بعقول الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق وجعل لكل شيء سببا فأدبع سببا والصلاة والسلام على سيدنا وولانا محمد بن عبد الله الذي علمنا الفرق بين التواكل على الله بحق وصدق وبين التواكل نسأل الله أن يرزقنا يقين التوكل على الله وبعد فبدأ زي بدء سيد الكريم تنظيم النسل أمر مشروع في الشريعة الإسلامية لأن الله تعالى قال وَلَتُلْقُوا بَأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل المعلومة إلى عموم الناس فقال كفى بالمرء إثمى أن يضيع من يعول هذا الحديث أرجو أن يصل إلى كافة الوعاص والخطباء والمعلمين والمربين لأن للأسف في أفكار متسلفة بتظن أن نصرة الإسلام أو أن انتشاره أو أن قوته إنما يقمن في كسرة الأعداد هو السيد النبي عليه والسلام صحة còn لما قال تناكحوا، تناسلوا، تكثروا فإن مباهن بكم الأمم يوم القيامة أو هيباهب أيه؟ هيباهب العلماء بالخبراء بأمة قوية بأمة فيها الصحة والعافية وتأكل من فأسها وتلبس من نسجها وتعيش على نتاجها الله أكثر لكن يوم من نكون عالى على غيرنا بنأخذ تقنية الغير ومحصيل وثمار زرع أو غرس الغير لا الرسول لها مش هيباهي بنا مش هيباهي بمشردين تحت القصور أو الكباري أو حفاة عراه لا الرسول لن يباهي بهؤلاء لن يباهي بأميين لن يباهوا ببن يعيشون تحت الفقر الذي هم صنعوه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نوصل الحديث الصحيح الرسول يتكلم عن أمة قوية في صحة وعافية وتعتبر معلمة للأمم لأن ذي حتى كان المغزى العميق من إماماته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل في ليلات الإسراء والمعراك لكن أنا هنا بصحح تناكحه تناسله تكثره مش الكسر هنا عددية لا الكم هنا والكيف لابد أن نراعي الفهم الصحيح للحديث مش معنى أنك يكون عددك كزا لا يا فندم لأن حتى عندك في الميزان العسكري القرآن قرر قاعدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله خطبها لك ما نيجي بقى حضرتك لبعض الدعاوة المتسلفة اللي هي بتحض على يعني كسرة الإمجاب بدون ضابط هذا خطأ أولا كما قلنا الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول يعني إنسان عارف إمكانياته المالية حدوده الاقتصادية ثم ينجب 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 بدون حساب لا يعرف يطعم ولا يكسي ولا يعلم ولا يربي يبقى ضيحهم سيتحمل أوزارهم إثم نعم ده رسوله ليه ده الحديث يخوف كفى بالمرء إثما ما قالش خطأ لا لا ما قالش عيبة لا لا ما اسم كبير جدا إن يجيب عيال يبقى مشردين في الشوارع وعيال يعني حفاة عراء مرضى قد تبالك أو يطلعوا بلطهية أو يطلعوا مجرمين أو إلى آخره ويسخل على لا 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 إنما حضرتك قد يفيد الإنجاب لشعوب قليلة أو لبيئات قليلة لكن الإسلام لم يعني يمنع تنظيم الناس ولذلك كانت بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن بدأت تحملنا ماءا لتنظيم مسألة الحيض ومنزلت فيما بعد التبويض أو منزلت الحمل أيضا إن كان يوجد عند المسلمين في عهد النبي وشوف الحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال كان كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنى العزل يعني الحياة في العلم نقولها بس بألطف عبارة وأضاق إشارة يعني يجعل ماء المني بعيدا عن الموضع لاحظتها كذا قد تبال حضرتك بحيث إن ما يحصلش حمل يا سيدي لو كان ممنوعا للقرآن لأن النبي لا يسكت على خطأ والقاعدة عندنا في الفقه الإسلامي البيان لا يؤخر عن وجه الحاجة يعني لو كان العزل اللي هو يعتبر وسيلة آنذاك لتنظيم النسل حراما لبين الله ذلك طبعا لأن النبي لا يسكت على خطأ ولا يقر على خطأ ولكن هذا كان موجود ولم ينسخ يعني كنا نعزله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا بأس أسري برنامجك الجميل اللي تفاعل معه اللقاء المسمر لباني مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة السيد الرئيس عفتاح السيسة حفظه الله سبحانه وتعالى سيد الكريم انظر إلى أعلى بيت في آلة بيت رسول الله والصحابة رضي العنو بيت السيدة فاطمة الزهرة وسيدنا الإمام العلي رضي العرض ها الزهرة كانت كام سلاسة بس سيدنا الحسن رأيك وسيدنا الحسين والسيد يا زينب عليهم رضوان الله هم دول اللي فاهمين توجهات الإسلام صح بخلفوش تمانية وخمسة وسبعة وعدم وكان عندكم لحم وكم عضم وحد قال لك خلفكم اللحم وكم العضم هل يقول الكلام ده ايه ده الكلام ده من أكتر من 1400 سنة نعم هل يقول الكلام ده فين في شبه الجزيرة العربي شوف أنا بقولك بقى قدم بيت من أرفع البيوت بس من أعظم البيوت اللي فاهمت رسالة الإسلام ويرات المثل ده يصل أيضا لزملائنا وتلامزنا الوعاز وإمة المساجد أن بيت سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وبيت سيدنا فاطمة الزرارة لم يضم إلا إلى ثلاثة سيدنا أبن الأولاد نتكلم عن الوقت كانت في الثقافة بتاعة الشعوب والحضرات المختلفة نعم نعم أنه لا عادي يعني خلف زي ما أنت عايز بش حال لا 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 شوف بقى بيت الرسول ها نقول لك أوه ويا كانت حجرتها خلف بيت الرسول على طول فأنجبت الأخمار الثلاثة سادتنا الحسن والحسين وزينب رضي الله عنه وأرضهم لما يجي واحد يلعباء في عقول الجوالاء أنا بس ببصد ليه يبين لهم أن السيدة فاطمة نظمت النسل أن الإمام علي نظم النسل أن النبي كان يعلم لأن النبي كان بيمر عليهم يومين خلي بالك في الريحة والجاية وبالزاس في الصباح كان يدق عليهم الباب وكان يوقزهم لصلاة الصبح وهكذا فإذا هذا نموذك فلما يجي النهاردة الدعوة المباركة من ولي أمرنا أبقاه الله السيدة الرئيس حفتاح السيدة حفظه الله على تنمية الأسرة أول شيء تنظيم النسل أول شيء أنك عايز تنمي ليه؟ لأنك تجعلها أسرة قوية تجعلها أسرة تستطيع التعليم تستطيع العلاق تستطيع الغذاء تستطيع الكسوة خدت بالك طيب جزء من الكلام اللي تقلل النهاردة مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة نعم يجي ناس برضو تعبث بالعقول فيقول لك وعمل المرأة حرام لا لا خروج المرأة من المنزل حرام إلى آخره هو إزاي عمل المرأة حرام وإحنا شفنا برضو أيام رسول السلام كانت الستات بتعمل بعد البعثة المحمدية المشرفة نعم ويا سيدة بس لو قرأ القرآن وقرأ شيء من السيرة ومعظم هؤلاء بغبغوات يرددون ما لا يفقهون يعني حضرتك نقرأ سورة الخصص فنجد ابنتي الرجل أو العبد الصالح المشهور خطأ بأنه شعب بسم الشعوب النبي شوف كانوا بيرعوا الخدم وبعدين طبعا تعرف القصة سيدنا موسى مراح أرض مدين هرين من حدود الأردن وبعدين نسقي حتى وزير الرعاء وأبونا شيخ كبير وإلى آخر القصة بناجد برضو حضرتك في السيرة النبوية إن النساء الصحابيات كنا يذهبنا إلى سوق المدينة نفجر بقى المفجأة تلآن كان عندنا العدم قريب مفتش التموين وشرطة التموين سليم كانت السيدة ليلى بنت عمالي ليلى الشفاء أحسنت أحييك سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد أنها عالمة بالمكيل والموازين والأسعار فعينها محتسبة على سوق المدينة كانت هذه المرأة تراقب الأسواق مراقبة دقيقة المتوزير التموين ورئيس جهاز حماية مسترد أنا أقول لك بقى اللي بيخلي برضو المتسلفة والفكر الراجعي الظلامي يقول لك إيه أصلي في القرآن وقرنا فيه بيوتكونا يا ناس ده خطاب خاص لنساء النبي أمهات المؤمنين لأن يجب فيهن التفرغ لنقل ما يشاهدنه من الوحي وطبيئه للأمة وذكر بنا أليف نفس الصورة ونفس السياق وذكرنا ما يتلى فيه بيوتكونا فاحتاج الأمر إلى وقرنا فيه بيوتكونا فهن مكلفات إنما هنا برضو ما ييجوا من ضمن الجهل بالإسلام من هؤلاء يقول لك إيه إن المرأة لا تتولى مقاليد أي شيء لأن ما أفلع قوم ولو أمرهم أمرأة يا حبيبنا ده خاص وليس عام ده مقايد وليس مطلق لأن ده في حق بنت كسرة التي وسبت على أخيها فقتلته فلما بلغ النبي هذا قال ما أفلح قوم ولو أمرهم أمرأة يغلق على حدثة بنت كسرة فقط ده الخاص وليس العام بس إنما حضرتك ما إحنا عندنا النبيغات والنبيهات السيدة عيشة رضي الله عنه أرضاوي السيدة المسلمة كانت رضي الله عنه مستشارة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تبال سيدتك ما نيجي النهاردة نمشي مع التاريخ إحدى شيوخ الإمام البخاري امرأة السيدة نفيسة كانت مرجع علمي للإمام الشافعي في مصر هنا في مصر ما تيجي حضرتك نشوف بقى في المجال السياسي هتجد شجرة الضر رضي الله عن الجميع شوف لما أخفت في ضميات وفصطات زوجها الملك والحملة الصالبية جات والملك مرض ومات صالح أيوب بالضبط الله ينور عليك يعني أشكرك وحيي فشوف بحصافتها لم بقى طلطم القدن وس أبدا تكتمت ومعها ختم الملك فيأتي البريد على باب الفصطات اللي الخمة الكبيرة يعني تأخذ منهم البريد وتختمه كأن الملك عايش تمانين يوم وتحكم العالم الإسلامي من مصر وقادت مصر إلى النصر وقادت مصر إلى النصر السيدة كان في صحابية شجرة الدور أنا بس مش مكر الإسم حدق اللي هتفكرني وشاركت في فتح قبرص ما لها هناك قبر مقام أم حرام أم حرام أم حرام وهي آلة الرسول أصلا الرسول كان نائما عندها في القيلولة فقام يبتسم صلى الله عليه وآله فقالت أضحك الله سنك على ما تبتسم يا رسول الله قال رأيت رجالا من أمتي يركبون ثبق هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة فيفتحون ما وراء هذا البحر أشار يعني إلى بحر المتوسط فيما بعد فالمهمة فالرسول الله السلام قال إنهم شهداء فينهم شهداء يدخلون الجنة قالت أدعو الله يا رسول أن أكون معهم قال أنت معهم ففي عهد سيدنا عثمان بن عفان كان سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع أنشأ أول أسطول بحري للمسلمين سيدنا معاوية بن أبي سفيان أرغم أن الشعب يكرروا ما لناش علاقة لكن إحنا أظهرنا السن المتنوع الفكري بنعرف حق الصحابة رضي الله عنه وأرضهم فالمهم سيدنا معاوية رضي الله عنه أنشأ الأسطول الإسلامي فأم حرم طلبت أن يزأ فأزن له فالقدر إنها أول ما نزلت من أول سفينة على ساحل قبرص وقصتها يعني ناقة أو قيل أنه فرس أو حصان أو هرس فماتت ودفنت هناك كانت أول شهيدة في الأسطول البحر الإسلامي في قبرص وقرأت كثيرا من المراجع أن قبرها يزار وعند قبرها يستسقى الناس وبالدعاء لما يقل المثر رضي الله عنه فدي النمازج التي يجب مع التمكين للمرأة هنا بقى مشروع من برنامج 9 مساءً مع الإعلام القادير للأستاذ يوسف الحسيني نريد عمل سلسلة تصحيح مفاهيم مغلوطة وتصويب أفكار خاطئة بحق المرأة يريد 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 نريد المرأة في ظلاء الإسلام على فكرة المرأة عندها الكفاءة والصلاحات تتولى أي منصب في المجتمع حتى لو حتى ملكة أو رئيسة شوف إزاي أنا بقولك صدقني الله أكبر لأن الإسلام هينظر إلى إيه الكفاءة وليس إلى ذكورة أو أنوثة الإسلام سينظر إلى الكفاءة وليس إلى ذكورة أو أنوثة طالما عندها الكفاءة وبعدين احنا الحمد لله الآن عندنا المرأة بقت أساس الجامعة اللي بتخرج الأجيال فأنت النهاردة تأمنها على عقول الشباب ولا تأمنها على أنما الفكر الظلامي السلفي هو يريدها فقط في البيت ما بين المطبخ وما بين غرفة النوم هذا مرفوض في الإسلام لكن أنا بقولي سيدتك شوف المهمة المتس فيه هو تحقير للمرأة هم مش عارفين الإسلام اللي هم الفكر السلفي مش عارفينه وكذلك يمكن بس على قليل يعني الفكر ورضو الشيع مهمة السلفية والشيع بالنسبة لتعاملهم مع المرأة خطأ إنما تعالي احنا عندنا في الأزهر الشريف يعني عندنا الآن أمين عام مساعد مجمع البعوث الإسلامية إمرأة في عندنا عميدة كلية العلوم الإسلامية إمرأة في مصر عندنا في الأزهر يعني عندنا عميدة كلية العلوم الإسلامية موجودة لإمرأة وعندنا بفضل الله عز وجل زي ما قلتلك أمين عام مساعد في مجمع البعوث الإسلامية فده الانفتاح العقلي الأزهري المعتاد الذي بني على قواعد الإسلام الحقيقية وهو اللي عمله الشيخ محمود شلتوت في إيه؟ إنه هو طالب بتمكين المرأة أنها تتعلم اللي هو تعليم البنات في الأزهر من الابتداء إلى المتوسط الإعدادي إلى الثاني وإلى الجامعة إلى 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 فالحمد لله يعني النهاردة حتى لما سألوني مرة هل تصلح المسلم الفقية أن تكون مفتئة وتقول لهم نعم الله الرسول قال في حق السيدة عائشة عليه رضوان الله خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء وأنا ألفت كتاب إن شاء الله أذكر أجبولك الأسبوع القادم فقيهة المسلمين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه طب ودي أم المؤمنين السيدة عائشة زيادة الرسول وابنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاههم جميعا مش كان قبل كده كنا مرة تكلمنا على برضو وقعت الشفاء بنت عبد الله وهي تحاجج سيدنا عمر بن الخطار في تحديد المهور أليست هذه فتية نعم ده هو أهل أصابت امرأ وأخطأ عمر فأقر خليفة رسول الله فتية سيدة أيوة نعم هو طبعا كان مقصد وحسن يعني بعض الناس أقول لك هو غلط هو مغلوطش لا مغلوطش بس لما لقى المهور غلية يعني فأراد أنه يحدد رقم رقم فقالت له لا هي بتعترضش على التيسير في المهور هي بتعترض على تقدير رقم حسابي ملزم ملزم للمسلمين قالت له لا ليس الأمر لك يبنى الخطار وهو يعني بتقولها له كده وقرأت الآية نعم وقد قيتيتم إحدهن قنطارا قال نعم وكان سيدنا عمر رجع إلى الحق بأمانة شوه يعني لا جدا فالأمر الآخر القرآن يا أخي ما سجل لك في حوار ما بين الرسول نفسه ومرأة السلام اللي هو قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكه إلى الله والله يسمع تحاوركما شوف حوار ده دي دول لك في رأي وفي فكر وفي إعمال عقل كانت في قضية الظهار لأن زوجها قال لا أنت عليك كان في الجاهلية هذا عند العرب تحرم عليه اليوم الخيام فهي بتقوله إزاي بقى طب العيال هيروحوا فين انضمنتم إليهم ضاع ومش يعرف لا يغسل ولا يضبخ ويكمس إلى آخره وإن جم علي جاعه معيش مساريف ولا مال خالص بير لعل الله ينزل فيك قرآنا فأنزل الله الآيات لنفسها بتبين كفرة الظهار إحنا الفترة اللي جاية لازم هنتكلم على إزاي كرم وأعزل إسلام المرأة وأطلق يدها في العمل والولاية والمسؤولية والفتية وإمتى بدأت تظهر الأفكار الخيبة التي تسفه وتقلل من شأنها أشكرك مولانا نورتنا وشغفتنا كلمجرة العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر خلصة الحلقة دقيق ويدخل كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما العبد لله لو كنا العمر نقابلكم إن شاء الله بكرة وبرنامجكم التاسعة حوالعافي إن شاء الله